اوضاع في اليمن لا تسير نحو الافضل ملخص قد يحمله المبعوث الاممي جمال بن عمر في تقريره الذي سيقدمه لمجلس الامن مساء اليوم حول تطورات عملية الانتقال السياسي في اليمن بعد ان انهى زيارته الحادية عشر قبل يومين بطريقة توحي بانه لم يصل الى تسويات مرضية مع الاطراف التي تعرقل العملية السياسية وتهدد الامن والاستقرار وهذا يعني على الارجع ان عقوبات اممية ستصدر اليوم بشأن اليمن اما نوعها ودرجة الزامها فتتضح بعد ساعات قليلة فقط المتوقع والاكيد انه لم تتخذ قرارات جديدة حيث ان العملية التي يقوم بها المبعوث الاممي هي عملية ضغط لتمفيذ المبادرة وآلتها تنفيذها حيث ان هناك اطراف تعمل على التلاعب والتنصل من تنفيذ المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية ورغم حدوث تطورات قد تكون هامة سياسيا فان نتائج الحرب على القاعدة في ابيان هي محط الاهتمام الاول لليمنيين خاصة بعد تقدم الجيش في جعار وزنجبار وسقوط عشرات الارهابيين في الغارات الجوية المتعاقبة على معاقلهم هناك مستقبل الحرب على القاعدة نعتبر انه فاشل ولن يؤدي الى نجاح تام في ظل الاوضاع الراهنة ما لم يخرج علي عبدالله صالح وزبانيته من البلد وعلى الصعيد الامن لازالت انابيب النفط والغاز عرضة للتخريب بعد ان تكبدت البلاد مليارين ونصف المليار من الدولارات جراء تخريبها خلال العام الماضي حيث تم تفجير انبوبايا النفط والغاز مع خطوط الكهرباء في يوم واحد امام عجز الامن عن تأمينها فشلت الحكومة وذلك بسبب ان هناك وجود متنفذين من النظام السابق فيها يدعمون المخربين من اجل افشال هذه الحكومة واظهارها امام المجتمع المحلي والاقليمي بالفاشلة يبدو ان الايام القادمة ستكون حاسمة في اليمن امام وضوح الموقف الدولي وبدء الجلسات التمهيدية للحوار الوطني لكن ما لا يمكن التنبؤ به هو مستقبل الحرب على القاعدة وما لا يمكن فهمه هو طلب الحكومة اليمنية فرض عقوبات دولية ضد شيوخ قبائل يمنيين متهمين بالوقوف وراء تفجير انابيب النفط وخطوط الكهرباء مجلسة مدية الشرقية نيوز سماء